أطفال الصغار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أبخاندر أبيك سنة نحن نرى الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس والسادس دائما سوف نستعمل حدائق قوس قزاح إذن سوف نرى الآن الرياضيات اليوم سوف نتعرف على خط مفتوح وخط مغلق إذن سوف نتعرف على خط مفتوح كما ترون مفتوح ومغلق إذن سوف نرى بعض النماديج هنا لدينا تلاجة هنا مظلة هنا محفظة هنا باب هنا نافدة وهنا قاروة ماء إذن نلاحظ جيدا إذن التلاجة هنا تلاجة هل هي مفتوحة أم مغلوقة؟ لأنها هنا لدينا مفتوح ومغلق يجب أن نصل كل خط بالصورة المناسبة إذن التلاجة سوف نبدأ بالتلاجة كما ترون التلاجة مفتوح إذن سوف نصل بخط مفتوح يعني مفتوحة وليست مغلقة المظلة هل هي مفتوحة أم مغلقة؟ إذن سوف نقول مفتوح سوف نصل بالخط مع الصورة المناسبة مغلق الباب هل هو مفتوح أم مغلق؟ إذن هو مغلق نصل بخط مغلق المحفظة هل هي مغلقة أم مفتوحة؟ إذن طبعا هنعملو مغلق سوف نصل بخط مغلق بخط لنا النافذة وقرورة الماء إذن النافذة ماذا يمكن أن نقفل؟ هل هي مغلوق مفتوحة أم مغلوق؟ نعم فهي مفتوحة نعم فأنا مفتوحة بالنسبة للقرورة الماء فهي مفتوحة إذن هنا تعرفنا عن الأشياء التي هي مفتوحة ومغلوقة إذن كما قلنا في الأول التلاجة مفتوحة حسب الصور نرى بأن الميضلة مفتوحة الباب مغلق المحفظة مغلوقة النافذة مفتوحة وقرورة الماء مفتوحة إذن الآن سوف نمر إلى الصفحة الموالية دائما مع الخط مفتوح ومغلق هنا نرى مثال لخط مفتوح إذن الخط مفتوح يبدأ هكذا وهو على شكل حالة زون وهو مفتوح بدون نهاية خط مغلق معين لنا هنا نرى بأنه مغلق من جميع الجوانب فهذا يسمى خط مغلق خط مغلق خط خط مفتوح هذا يسمى خط مفتوح يبدأ من هنا وينتهي إلى ما لها يبقى مفتوح هذا خط مغلق المتلت المتلت فهو من جميع الأطراف فهو مغلق غير مفتوح إذن هناك خط مفتوح خط مغلق خط مفتوح وخط مغلق نمر الآن إلى التمارين إذن أقرأ السؤال الأطراف مغلق أ طرح مغلق أعيد السؤال أ Sword أعيد السؤال المغلق T أضع علامة بالأحمر تحت الخط المفتوح إذن أين هو هنا الخط المفتوح؟ طبعاً هو هذا إذن سوف نضع علامة بالأحمر فهو هذا وهو يبقى هنا بدون نهاية خط مفتوح أما هدف المربع فهو مغلق نمر إلى المثال الولي أضع علامة بالأزرق تحت الخط المغلق هنا لدينا خطين هذا الخط وهذا الخط هذا خط مفتوح كما ترون فهو خط مفتوح ولكن هنا على شكل دائرة فيسمى خط مغلق إذن نضع علامة تحت الخط المغلق أرسم خطاً مفتوحاً أرسم خطاً مفتوحاً إذن الآن سوف أرسم خط مفتوح إذن خط مفتوح فهذا خط مفتوح أرسم خطاً مغلقاً أرسم خطاً مغلقاً إذن فهذا خط مغلق فترون الفرق خط مفتوح يبقى بدون نهاية ولكن الخط المغلق يبقى مغلق من جميع النواحي يسمى خط مغلق مفهوم إذن أرجع إلى هناك خط مفتوح خط مغلق خط مفتوح خط مغلق فأنتم ترون الفرق بين الخط المفتوح والخط المغلق فالخط المفتوح وهو يبقى مفتوح ممكن نستعمل طريق لدينا الطريق للدخول أما هنا فيبقى ليس لدينا مجال إلى الدخول مفهوم؟ سوف نرى بقى هذا التمارين إن شاء الله مستقبلاً عند هذا الموضوع دي المفتوح أم مغلق إذن أحباء الصغار كان يوم هذا درس الرياضيات أستعمل مفتوح مغلق بالنسبة لأطفال التمهيدي التمهيدي يعني وربما حتى الأطفال بالنسبة لبرنامج قوس قزح بالعربية إذن أشكركم أطفال لتتابعكم لقناة سناء نتعلم مع سناء وإن شاء الله بعد قليل سوف نأخذ درس بالفرنسية ولكن هذه المرة بموضوع آخر في الرياضيات شكراً لكم